أفادت مصادر إعلامية أن خمسة جنود استشهدوا وصيب ست عشر آخرين إثر هجوم الحوثي غادر وقع بمنطقة الساحل الغربية وذكرت المصادر أن مليشي الحوثي شنت هجوما غادر عند الساعة الرابعة فجرا على قوات ألوية العمالقة الجنوبية وتم نقل المصابين إلى عدن وقالت قوات العمالقة الجنوبية في بيان الله أنها تصدت لهجوم شنت مليشي الحوثي الإرهابية على محور سقم بجبهة حيس بالساحل الغربية حيث حاولت مجامع دفعت بها مليشي الحوثي التقدم نحو مواقع قوات العمالقة الجنوبية مستخدمة صواريق غراد وقذائف المدفعية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محور سقم بجبهة حيس بالساحل الغربية ولكن أبطال العمالقة كانوا لها بالمرصاد وكبدت مليشيات الحوثي خسائر مفادحة أبرزها مصرع وجرح معظم المهاجمين وتدمير عتادهم العسكري